بثلاث مكونات فقط حلوة اقتصادية لديدة معلكة بدون فرن بدون تعب ولا مجهود كتتحضر في وقت قياسي وبكمية كثيرة وكتجي من اروع ما يكون كتحمر الوجه معلكة لديدة بزب وسهلة وسريعة في التحضير بسم الله على بركتي الله المكونات عندي هنا 300 جرام ديال كوكا وخديت البلدي الصغير حمرتو بالقشرة ديالو حيتلي غير نصف الكيمية ديال القشرة وخليتو بالنصف الآخر غادي نطحنو يكون مهرمش أرقاء نفس القياس خديت هنا التمر 300 جرام ديال التمر كما كتلاحظو عندي معلك حيتلي العظم ومسحتو حتى وغادي نطحنو هرمشت كاوكاو معشي مطحون بودرة وطحنت التمر طبعا لحال كتكون اليد نظيفة ممكن تلبسوا الليجو كنجمع لعناصر غادي تجمع معايا في حالة كانت تمر عندكم ونعشف خدو 400 جرام ديال التمر ممكن تاخدو التمر الجاهز من الأفضل ديرو طبيعي كل شي طبيعي 100% ممكن في حالة ما تجمعت لكم نضيفو شوية المرباة أو شوية العسل لاحظو أنا تجمعات لي كتجمع كتجمع للك من أروع ما يكون كنقدر أنني نشكلها كويرات كنجرب واحد القطعة كتجمع معايا ما كتشقق ما حتى حاجة وما كتلصقش حسا في هي هذه الكيمياء ذك الشي اللي بغيت هو هذا بحالة ما تجمعت كما ذكرت ممكن تضيفو شوية المرباة أو شوية العسل ولكن جمعو غير بالتمر من الأفضل إلا كانت تمر النعشف غتحتاجو الكيمياء أكتر متو ما حسب ذك الشي اللي عندكم ممكن تضيفو مكسرات أخرى بحل قرقاع بحل لوز دخلوا معاهم شوفان إلا بغيتوا وكل شي تكونوا محمرين وشوية وكتحرمشوهم يكونوا كون كاسي ماشي يكونوا بودرة باش تمضغوا الحاجة وتجيكم زوينة ومعلكة بالتمر كنشكلها كويرات من نفس الحجم ممكن تشكلوهم كما بغيتوا ممكن ديرهم في المول ديال سيليكون ديروا طبقة ديال شوكولاتة وطبقة ديال هاد الحشوة وتغطيوا بطبقة ديال شوكولاتة ممكن ديروها على شكل باقيت ليكون كبير وتغمسوها بشوكولاتة من الفوق وديرو لها بحل خطوط هالشكل ميلفاي هاد العقدة هاد ممكن ديروا بها اللي بغيتو كتجي رائعة ولكن جربوها بهالطريقة هاد كتجي سهلة سريعة كتعطينا تقريبا خمسة واربعين كرة صغيرة من هاد الحجم هاد كيجي وماشاء الله رائعين متيولين شي حاجة بريستيج وسهلة كناخد هنا شوكولاتة بيضاء استعملت باتا غلاسي بيضاء اللي كتكون على شكل كتل راها كتباع عند بائعي لوازم الحلويات ممكن استعملوه غالا مشي ضروري باتا غلاسي هاد باتا غلاسي بيضاء وخديت شوية ديال لوز اي في اللي بالقشرة ديالو حمرته شوية وكسر صغير بيض ديال كندوب باتا غلاسي على طريقة حمام مائي نخليها كتباع شوية حد كندير فيها الكويرات باش تاخد يوح الكيميا ديالشوكولاتة كتجي رائعة جدا هي اللي كيخدمو بها في المخابز را سنوات هدي كنت شرح لكم عليها في فيديو سابق في القناة را فيها شوكولاتة سوداء وفيها ايضا اللي بالحليب اسميتها باتا كلاسي ديجي اف كتجي زوينة في المدق ديالها محلواش بزاف رائعة جدا ثمن ديال عراها مناسب ماشي شي ثمن لغالي بزاف ماشي ضروري تستعملوها كن اكد ديرو غالاء فقط انا الامانة كنقول شنو استعملت وانتم ماليكم كامل الاختيار كندير شوكولاتة البيضاء وكنحطهم وكنرشها باللوز قبل ما تنشف شوية دياللوزها كم حمر ممكن ديرو كوكاو يعني غابل انا فيها كوكاو يكون توقفي ليها كم حمر وكديروهم من الفوق انا مبقاش ليها كوكاو ادرش غير شوية دياللوز كان عندي روح الكيمياء قلية لما شي شي حاجة ملعقة كبيرة معها مراش صافيحة نكمل غير الكويرة قبل ما تنشف كان حزها من البلاصة فاش حطيتها باش تكون فينيا وكيكون شكل ديالها مقاد في حالة ما درتوش هالطريقة هذي مني كيبردو كتحيدو داك الفائد ديالشوكولاتة اللي كيكون في التحت وكن اخد اكياس ورقية من الافضل يكونوا من اللون البني باش كي عكسو لنا هذي الحلوة ما توفروش ليس عملتهم غير باللون الابيض وكندير الكويرات في هذي الاكياس الورقية وكنقدمهم بصحة ورحارة هكاد شي من اروع ما يكون تجي معلكة صحية والديدة يعني فيها المكونات اللي هي بسيطة ثلاثة ديال مكونات التمر كوكاو وشوكولاتة من اروع ما يكون اللي ما زال ما وجدت حلوة توجدها ممكن طبيعة الحال تعودوا الشوكولاتة البيضاء بالشوكولاتة السوداء وبصحة ورحة كانت معكم ريحانة كمال